بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدنا وعلى الله وصحبه وسلم اما بعد ان شاء الله رب العالمين هنحل مع بعض في الفيديو ده شباب مجموعة جمل اوبن بوك الجمل دي طبعا زي ما انت فاهم معظمها عد علينا بعد كده في مناهج الاعدادية اول و سنة و ثانية سنة هنبدأ بسم الله كده في اول سؤال لاحظ ان الجملة دي رقم واحد و اثنين هما اثنين بدقين بالنفر قبل ما نحلهم تعلم ولك الفكر اللي فيهم الاول عايزك تعرف ان اي اي لفظة نفي نبدأ بها الجملة فالجملة دي بنعمل بها بنعمل فيها حاجة اسمها ان فيرجن بس انا عايزك تركز على ان الجملة يكون جملة نفي وليست نهي يعني ايه نفي انت لما ديه مسلا تقولي اي هافنت سين علي مسلا الجملة دي مد فيه بتقولي انا لم ارع عليه من قبل فانت بتنفيه ممكن نبدأ الجملة دي بكلمة never بقى فالحالة دي هنعمل يعني هنجيب هنجيب الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل طيب الفاعل ده هيكون نوعية مستر في المصدر تصريف اول تصريف تاني على حسب الفاعل المساعد من تفاهم الفاعل المساعد هو اللي بتحكم في الفاعل يعني على حسب الفاعل المساعد يعني ان كان معاك فحضرتك هتجيب الفاعل لو معلوم او هلجيب لو مجهول لو لو فسيبتك محتاج لو فسيبتك محتاج الفعل في المصدر طيب احنا لما بصنا في الجملة دي انت بقل لما نحب نعمل الجملة دي هنقول never ولاخد الفعل المساعد زي ما انتفقنا هنا اللي هو وبعد الفعل المساعد ناخد الفاعل اللي هو وبعدين الفاعل اللي هو هيبقى seen زي ما هو عشان have و has بعدهم وتبقى الذي تبقى علي عايزك تفهم علي بتساوي اي هاف نوت سين علي او اي هاف نيفر سين علي. طيب الجملة دي معناها انا لم ارى علي. لكن لما تيجي في جملة مسلا تقول له واحد نيفر نيفر ريز يور فويس. ده معناها لا ترفع صوتك. ده تقول له ما ترفعش صوتك. فده اسمه نهي. الفرق بنداو ده نهي يعني يقول لك لا تفعل ذلك. ما تعملش كده. لكن الجملة الاولانية كنا بنتكلم على نفي. يبقى نيفر هاف اي سين علي يعني انا لم ارى عليه فده نفي. بتقول لي انا ما عملتش. لم افعل. لكن ده معناها لا تفعل. يعني بتسوي don't. فلما تقول never raise your voice دي اختها بالضبط don't raise your voice. طيب. الكلام ته زي مين مسلا انت لما تيجي في جملة مسلا تقول لي hardly hardly had i met سامي وتكمل الجملة الناحية التانية بقى. hardly دي كلمة من كلمات النفي. لما تقول لي hardly had eyes مت سامي فدي كلمة من كلمات النفي عشان كده بدأنا بفعل مساعد ساعد ساعد والفعل. فتعالنا نرجع لي بقى للورقة الساعدة بتاعتنا. اول سؤال. بيقول لك never let again or you will be fired. يعني وإلا ستترد. يعني معنى كده نيقول لك لا تأتي متأخرا وإلا ستترد. يعني معنى كده ان دي جملة نهي. لاحظ ان ده نهي مش نفي نهي. فعشان كده تجيب بعده الفعل في المصدر دايما. فهقول لك never come late. يعني لا تأتي متأخرا. طيب نقط late so you got the promotion. انت لم تأتي متأخرا من قبل. فدا اسمه نفيه. انت لم تأتي متأخرا من قبل عشان كده انت حصلت على الترقية. طب كونه نفي. لما نبدأ بكلمة نفي في اول الجملة فبنعمل inversion. يبقى نقول له did you come. طب ليه ما ناخدش دي لان لي بدأ بالفاعل. طب دي ودي ما فهمش فعله مساعد. وهنا عايزين ال inversion. يعني نبدأ الجملة بقى نتنفي. وبعدين فعل مساعد فاعل والفاعل. طب I went to school and not some teachers. فالجملة برضو فكرتها كالتاني. عايزك تعرف انك لما يكون معك كلمة and ال conjunction اللي هو and دازم الكلمة الفاعل اللي بعده اللي قبله يكونوا زي بعض. يعني انت مسلا بتقولي I eat early. انا باكل بدري. and not. and sleep. وال and slipped. واختيارات كتير جده. انت قلت لي هنا انا باكل. ايت مدارع حل. يبقى and يكون مدارع بعدها. اللي هي بسليب برضو. طب لو انت قلت لي I came early. انا جيت بدري. and not علي. يا ترى هتقولي and see. واللي and so. انتهت. بص في الجملة انت قلت لي came فعلي زامنه ماضي. and يبقى ماضي برضو زيه. يبقى and so. نفس القصة بتاعتنا في الجملة اللي هنا دي. I went to school and some teachers. انا ذهبت الى المدرسة وقابلت بعض المدرسين فانعايز ماضي بسيط عشان ده ماضي بسيط. who you do your homework. برضو موضوع هو ده اوضح لك فكرته. انت ممكن تسأل سؤالين بكلمة who. زي مسلا تقولي who. did you meet مسلا. او اقول لك اقول لك who helped you. اللي انا عليك تلاحظوا كده وتركز فيه ان انت هنا معاك اداة تفهم فعلي مساعد. يعني هنا في فعلي مساعد. في فعلي مساعد هنا. لكن هنا who helped you بدون فعلي مساعد. بدون مساعد. امتى نستخدم فعلي مساعد بعده وامتى ما نستخدمش. تعالوا انت تقول لنفسك. لما تقولي who did you meet. انت قابلت من. انا اسألك عن المفعول. طيب نقول لك who helped you. من ساعدك. انت هانت تسأل عن الفاعل. لان لما تقولي who helped you. من ساعدك. فانا اقول لك مسلا مونا. هلبيت. مي. فالسؤالي كان على مونا. ومونا منوقعها في الجملة فاعل. يبقى عايدك تعرف لما نسأل به عن الفاعل. يبقى انا ما بستخدمش فعلي مساعد. طيب واحدة تانية. لما قولك who did you meet. من قابلته انت. فانت هتقول لي مسلا على سبيل المسال. اي. مت. سهة مسلا. انت سألتني في الجملة دي عن سهة. انت بتقول لي مين اللي انت قابلته. فانت بقول انا بنت سهة. فسهة هنا موقعه في الجملة مفعول. لانك انت الفاعل هي مفعول. باختصار شديد. لو انا بسأل به عن الفاعل او المفعول. لو بسأل به فاعل. فحضرتك مش محتاج فاعل مساعد. بدون مساعد. طيب لو بسأل عن المفعول فانا محتاج مساعد. تعال انت على المغضرة تانية هنا. انت في الجملة بتقول لي who not you do your homework. من ساعدك انك تعمل وجبك. فانت تقول ابي ساعدني فابوك ده الفاعل. طيب واحنا قلنا هنا لو بنسأل عن الفاعل فانا مش محتاج فاعل مساعد. وبالتالي هنقول هنا في الجملة who helps اللي هي دية you. طب ليه ما ناخدش help؟ بص معي بقى. حتة الهولاد دي برضو حتة في قمة الاهمية. لو انا عايز اقول لك ماذا يحدث. عايز اقول لك من يأتي او من يأكل. السؤالين دول لما يكونوا في المضارع لازم يكون الفاعل فيهم مضارع وضاف له اس. يعني ماذا يحبس ما ينفعش اقول لك. لا انا اقول لك. طيب انا عايز اقول لك ماذا اا من من ساعدك مسلا. او من يأتي من يأكل يبقى نهو نقوله هي اس. يبقى السؤال اللي 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 معناه ماذا لازم يكون الفاعل مضارع. اا واخر اس السؤال اللي معناه من يأكل من يشرب من يلعب اللي هو بيسأل عن الفاعل لازم يكون الفاعل ده مضاف له اس مدام هو مضارع. لكن انت هنا قلت لي ماذا يحدث لو انت قلت لي موضوع خالصان كده ما هوش دعوة. ده ماضي. طيب من يأكل. طيب لو انا قلت لك من اكلها فاقول لك من فعش نضيف اس. يبقى باختصار السؤال بتاع ماذا يحدث لازم يكون الفاعل مضاف له اس. طيب السؤال بتاع من يفعل لازم يكون الفاعل مضاف له اس. بنعتبر ان الفاعل ده مفرد. مي مام جوت اب ارلي. ام ساحة بدري. she could catch the train. ام ساحة بدري تلحق 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 القطار. المشكلة هنا اجاب لك الفرق بين الكلامات دي قبل من حل. تعالى نشوف الفكرة الاول وعدم نرجع نحكي. عاية لتعرف ان كلمة to بتساوي in order to بتساوي so as to الناس دي كلها معناها لكي. وبكون كلهم بعدهم جملة سليمة. يعني مثلا. i study انا بذاكر to boss لكي انلح. ممكن نشيل to بحط مكانها in order to so as to او حط to boss. كل دي كلهم معناهم من نفس المعنى معناهم لكي. عندك في كلمة اسمها so that. اللي بتساوي in order that. بتساوي اا كلمة so that. اللي بتساوي in order that. الناس دي كلها بيجي بعدها جملة سليمة ومعناها برضو لكي. طيب انت قلت لكي study to boss. ممكن تقول لي i study so that i can boss. يعني انا بذاكر لكي انا اتمكن وانا النجاح. ممكن نشيل كلمة so that. نحط مكانها in order that. يبقى so as to معناهم لكي. بس بعدهم فعل في المصدر. انا كنت لجملة ازاي. فعل في المصدر. يعني انت لما قلت لقى i study to. جبت المصدر. لكن لما قلت لقى i study so that. وتكملت ومثالين. طيب حتة. الحتة التانية. عادة بتعرض في النفي so. وبعدين صفة في النص وبعدين z. دي معناها جدا لدرجة n. she is so happy that. that she dances. يعني هي بتكون سعيدة جدا لدرجة انها ترقص. فعزك تميز بين الثلاث كلمات دول. كلمة so الوحدها معناها لذلك. so. so not that. دي هي في النص في صفة. دي معناها جدا لدرجة n. so that معناها لكي. تعال نرجع لسؤالنا. انت بتقول لي my mom good. امي صحية بدري هي استطاعت ان تلعق بقطار. so that. معناها لكي. ولا to. معناها لكي. ولا so صفة. بيحتاجين هنا في النص صفة. فاقول المقايز دي غلط. in order to معناها لكي. بس انا عارف اكيد وحافظ. ان order to لازم بعدها الفعلة في المصدر. اختها التانية to اللي بعدها الفعلة في المصدر. so that اللي معناها لكي لازم بعدها جملة. تعال نشوف كده في الجملة انت بتقول لي. يقول لي امي صحية بدري. لكي تتمكن من الحاق بالقطار. بس هو مديني فاعل وفاعل ومكملات. يعني يمديني جملة سليمة. يبقى من ينفعش in order to لاني عايزة بعدها مصدر. ولا ينفع to لاني عايزة بعدها مصدر. يبقى الاجابة هنا. so that. طيب رقم ست اي فيل وين اي اي طيب برضو موضوع فيل دي. اخد بالك منه. انت ممكن تستخدم فيل ونجيب بعدها صفة. او ممكن تقول فيل وتجيب بعدها اسم. ايه يعني ايه بقى اسم وقصة ديت? تعال نشوف. انت ممكن في المسال تقول لي اي فيل ساد. انا اشعر بالحزن. ادي فيل واجبنا بعدها صفة. او تقول لي اي فيل جريبت ساد نس. لاحظ اللي انت عملته انك لما تستخدم فيل لوحدها بنجيب صفة. يعني اي فيل ساد. اي فيل هابي. اي فيل ريلاكس. لاحظن بعد كلمة فيل دايما صفة. لكن لو انت قطي لها اي فيل لازم تجيب بعدها اسم. فتقول فيل ساد نس. فيل جريبت ساد نس. فيل جريبت ريلاكسييشن وهكذا. هنا اجاب لي فيل لوحدها فاما استخدم هابي او استخدم ساد. الاسماء دي مش موجودة معانا. طب كمل جملة لما قبل مدرسين اصلا انا بحبهم يبقى اي فيل هابي اشعر بالسعاد. طب اي فيل فيل جريبت ايه? when i see a caged animal. انا بشعر بيه لهم محبوس في قفص. معاناها قاسي. هابي يعني سعيد. ساد نس يعني حزن. ساد يعني حزين. لاحزن دي صفة. ودي صفة ودي صفة. واحنا متفقين لما يكون في فيل جريبت بناخد اسم اللي هو كلمة ساد نس. طيب. I saw your dad in the pork. I am. يبقى. انا شفت باباك في الشارع. انا نقطة. surely يعني بالتأكيد. ينفى قولك انا بالتأكيد. لا. positive d لها معنيين. معناها ايجابي ومعناها متأكد. وده اللي عبلي في الموضوع. وبالتالي الاجابة هنا. يبقى انا رأيته ابوك في الشارع. انا متأكد. طب negative دي معناها سلبي. post معناها البوست اللي هو المنشور في الفيسبوك او كده. ومعناها وظيفة. ومعناها البريد البوستة يعني. طيب. I always have fun not TV. المصطلح والفكرة اللي في الموضوع في الجملة دي. ان هاف فن بيجي بعدها الفعل مضافه I N G. انا باستمتع بالجاري. I have fun running. انا باستمتع بالنوم. يبقى I have fun sleeping. الجملة دي. اول اعدادي. فالوحظ ان انا بلميلك جمل من اكتر امكان احفظها. يبقى يقوله هنا. بالمناسبة I watching فعنجيب A قبل الفعل لما هو I watching اصبحت ساعة يد. I have been trying to open the door. بحاول افتح الباب. But I still find a hard to do. بص انت بتقول بحاول افتح الباب ولكن انا ما زلت اجد انه من الصعب انا هفتحه. ركز معاقة المصطلحين اللي هدهم لك دول او تعبيرين دول. ممكن نقول find it. 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 زائد صفة. او find that. ولازم بعد ذات يكون في جملة كاملة. ثاني كده find it. وصفة. find that. وجملة كاملة. يعني مسلا لك I find it easy to run. او I find that running is easy. يعني انت لما قلت لي فاعل وفاعل ومكملات. لما تيجي مبص عدي كده انت هنا في الجملة بتقول but I find not hard. يبقى find صفة. فانت محتاج هنا it. يبقى find it hard. طب I have been trying to open the door but I find that. لازم بعدها جملة سريمة. فيها فاعل وبعدين فعل ومكملات. ادي الفاعل و ادي الفعل يبقى it is. عايز ولك مسلا اي لانه من السهل يبقى find it easy. او find that it is. it is easy. المانجر بيكلم في السكرتيري بيقول له have you finished your report خلصت عام التقرير. فقال له not yet. can you give me two days. ممكن تديني يوميني. عايز اقول له بص يوميني. اضافييني. لاحز ان كلمة يومين اضافيين دول كلمة another ممكن نجيب بعدها اسم جمع بيكون معناها اضافي. فعشان كده ممكن اقول لك another two cups of tea. يعني كبيتين شاي اضافيين. another two days. يعني يومين اضافيين. السكرتيري بيقول له ممكن تديني لو سمحت. يومين اضافيين يبقى another two days. عشان كده بقول لك ما تحفظش. يعني الناس اللي حافظة ان كلمة another بيجي بعدها اس مفرد. فلما اقول لك another day يعني يوم اخر another. يجي في جملة زي كده ما يعرفش حلها لانه حافظ. الفرق من another another and others and otherwise. والناس دي كلها داي في الطريق في الفيديو اللي هنشرح فيه اه ملاحظات الفروق اللي هو ايه. تتاشر بعد. الحقيقة لم يكن يعرفها احد ايه علي. قبل ما حد. تعال اما اقول لك الفكرة تحت السؤال ده برضو عشان يبقى انت على بصيرة وانت بتحالي. عندك كلمتين. في كلمة معناها rather than. عادي التعرف ان other than دي معناها غير او بخلاف. طب rather than دي اخت instead of اللي هي معناها بدلا من. يعني ممكن اقول لك study hard. لما تروح تذاكر باجتهاد rather than sleep. بدل من تنام. يبقى كلمة rather than دي معناها instead of يعني روح تذاكر بدل ما تنام. طيب ممكن اقول لك بقى no one came. محدش جي الحفلة. other than you. غيرك. يبقى كلمة other than معناها غير او بخلاف. لكن rather than معناها بدلا من. نرجع لم يقول لك الحقيقة لم تكن معروفة لاي شخص الا علي. غير علي. بخلاف علي. يبقى other than الاولانية دي. طب التانية. person decided to quit. person ده قرر ان هو يعني يسيب الوظيفة هو يمشي. يقبل نحتا يقبل القوانين الجديدة. بدلا من ان يقبل القوانين يبقى احنا عايزين كلمة يقبل بدلا من اللي هي اسمها rather than. اللي معناها بدلا من. يعني هو الها مش واسيب الشغلانة بدل ما يقبل الشروط الجديدة. we need some money to a charity that helps homeless. احنا اتبررنا بفلوس عشان نساعد بها. homeless دي. عايز لك تعرف ان كلمة homeless. بمعنى مشرد. طيب زا هوم. لس دي اسم بمعنى المشردين. انت بقوله طبعا رعنا بنقود لكي نساعد المشردين يبقى زا هوم لس. طيب رقم 16. european university in canada is one of the best universities. تعال بقى كده نقص على جملة دي. انت عايز تقول جامعة القاهرة واحدة من اكبر جامعات العالم. فهتروح ايلي كايرو. يو نيفر سيتي. حل. او زا يو نيفر سيتي. اوف كايرو. اللي معناها جامعة القاهرة. طيب. افرض انت عايز تقولي مسلا الجامعة الاوروبية. انت مادم قلت لي الجامعة الاوروبية انت عرفتها. فتقول لي زا يوروبين يو نيفرسيتي. طبلا انت عايز تقول جامعة الاوروبية هتقول لي a European University. طب ما تيجو نشوف هنا واعز اقولي. بقولك جامعة اوروبية في كندا الموجودة في كندا. ببهو عايز اقولك الجامعة الاوروبية الموجودة في كندا. يبقى انت محتاج تقول له زا. طب اللي بعدها. You look tired، شكلك تعبان. why not have some wrist? الفكرة كتاعت الجملة دي في الابي. اني لم اقول لي واحد why. والفعل في المصدر دي بتسوي كلمة والفعل في المصدر فانا بقول لك انت شخلك تعبان لما لا تستريح فهقول لك حاجة من اثنين او او اي نوت ريست انا قدامي هنا في هنا في الاختيارات لا يبقى على طول فرست علي اعرفش ايه قصة وسكن دي برضو حكيتها لك مرة قبل كده بس حكيها تاني عادي انت عرفت ان الجملة لما يكون فيها فرست وزن لازم الزمنين بيكونوا واحد يعني مسلا اقول لك فرست هلت مي زن هلت يساعد وسليب يا نعم باتنين مصدر طب فرست اي كيم هوم زن اي مت عمر يعني لازم اتنين يكون نفس الزمن فانت هنا جبت لي فرست علي نوت زن هي توك مودي بسيط فانت عايز انا مودي بسيط يبقى بود طيب he as well as his parentis need الفكرة بتاعت الجملة دي في الاتي ان كلمة as well as بيجي قبلها اس وبعدها اس اللي هو اس مفاعل وده اس مفاعل القاعدة بتقول لك ان الفعل على الفاعل الاول اللي هو من الفاعل الاول اللي هو هنا طب مثال لما نقول مسلا اي as well as mona not happy يا ترى هنقول هنا از ولا هنقول ام ركز في الكلمتين دول لو انت هتاخد على الاي فهناخد ام لانه اي ام لو هناخد على مونا هناخد على از طب ممكن ناخد على الاتنين وناخد ار فالفكرة بتاعت الموضوع بقولك ان الفاعل او الفاعل الاول اللي هو الاي فناخد مع الاي ام يبقى ام فتبقى الجملة اي as well as mona am كزا كأنك بتقول بص انا عامل زي mona بالزبط عيل رخم زي ما تقول برضو مساها سبيل المثال mona as well as her parentis not to هنا هنقول از ولا ار افهم كده انت بتقول لي مونا دي عاملة زي باباها وممتها بنت طويلة فعشان كده اخدنا عنا مين على خدنا على مونا اللي هو الفاعل الاولاني اللي جاء قبل as والاز وبالتالي هنا انت بتقول لي he فانا عايز الفاعل الاولاني he والفاعل التالي parentis ده مفرد وده جمع يعطينا نقول هي بقى meet eat لأ منفعش ان اخد eat لان هي وش يقول برضو الفاعل is يبقى ناخد eats طيب which one is correct مين من دول صح؟ قبل ما نحلل القبلة دي عايزك تعرف لو انت عايز تقول لي ملكمان هزا الشيء فتقول who's وبعد من اسم الشيء is z لو كان مفرد او انك تقول who's اسم الشيء or z لو كان وجامع انت تتصل على الكتب يبقى انت عايز تقول لي who's books or z طيب يبقى who's books or z لرقم دي اللي صح بعد كده واحد وعشرين مونة is a lot of a بص بقى ركز في دي كوائس مونة او عايز تعرف ان is a lot of fun دي بتساوي is funny لاتنين بنفس المعنى لو انت هتساخدم الوت اوف هتساخدم فان طب ما فيش الوت اوف يبقى فاني ولاتنين دول معناهم شخص مرح فجمدتك بقول لك مونة دي a lot of fun يعني مرحة جدا لذلك بحبوها عمر is a of two brothers فكرة الجملة دي كالاتي انك لما يكون معك of انك تقول لي of two يعني من بين اتنين وانت عارف ان المقارنة بتحصل بين اتنين والتفضيل بيحصل بين اكتر من اتنين طيب على سبيل المسال انت لما ديكو لي may the not of two sisters يا ترى هنا هنجيب في دي smart ولا smarter ولا smartest لو انت حافز القاعدة بس هتقول لي والله يا مستر زا بنجد بعدها صفة التفضيل الاخير فهقول لك غلط ما دام قال لك of two يعني معنا كده من مي ومعها حد تاني يعني هم اتنين والاتنين بيحصل بينهم مقارنة يعني بيكون الفعل اكتر اخر اي او لا بمقارنة مش تفضل my brother is really not of هنا انت عارف ان كلمة in interested in when fond of when keen on when like من غير حاجة خالص المهم ان اقامي of of the بيقى معها font سالي is never on time she always comes بيقى معنها متأخر بص باسية كلمة let دي معناها متأخر متأخر يعني ومعنها مرحوم فلما نقول let منال يعني مرحم منالة لا رحمها طيب الحاجة التانية later دي معناها الثاني من اثنين من بين اثنين يعني انت مسك ألم و ألم فانا بقول لك الديني ألم لو سمحت ترحت انت مديني القلم رقم واحد اقول لك no give me the later انا قلت لك the later لأنهم اصلا اتنين يعني الاخر من بل اتنين طيب later D معناها بعدين later D اللي معناها الزبالة latest معناها احدث فلما نقول latest fashion يعني احدث الموضة latest news يعني احدث الاخبار انت رابد قولي نسالة دي ومراهما جات في وقت المحدد دايما بتيجي متأخرة معادي اكترى ان كلمة let D صفة وظرف يعني ايه صفة وظرف بص كده لما قولك I get up late انا بس هنتأخر كلمة let D هنا في الجملة دي عشان جاي بعد الفعل فهي ظرف لما لما تقولي في جملة مسلا تانية I am late late D جاي بعد ال verb to be فهي صفة فليد تنفع صفة وتنفع ظرف وده موضع سؤال في مدحان عادي البارد 2 بقى عادي بتعرف مين الجملة الصحة ومين الجملة الصحة صحيح عن كده اول واحدة بقولك decide which one ومين الصحيحة ومين اللي مش صحيحة وصحة I have been knowing since my child دي غلط تماما ليه لان كلمة no وكلمة have لو معناها يملك لو معناها يملك لا تأتي مستمر يبقى الجملة مفوت ب I have known مش I have been knowing I am having a breakfast يعني انا اتناول الافطار دي صحيحة لان هي معناها يتناول مش معناها يمتلك I am having a car دي غلط لان كلمة have لو معناها يمتلك مانجيش مستمر I wouldn't rather لو انت عايز تقول لي افضل فتقول I would rather لو انت عايز تقول لي افضل النوم مثلا يبقى I would rather sleep طب انت عايز تين فيها فهتقول I would rather ونستخدم بعد would rather هنا كلمة نقط يعني الناف يا شباب يكون بعد would rather قوعة تعملها وتقول I wouldn't rather دي غلط تماما ثاني كده ثاني تتبه هنا كده عندك I would rather بيجي بعدها الفعالة في المصدر ده لو اسبع طب انا عايز ان فيه فانا اقول I would rather not واجيب الفعالة في المصدر طب لو انا قلت I wouldn't هو الفعلي مساعد لو انا قول wouldn't rather مثلا والفعالة في المصدر ده كده غلط يبقى عليك تفهم الكلم ده عشان كلام ده مهم زيها بالضبط I had better لان اعتقد ان اكتب السؤال اللي بعدها عليها I had better طب انا عايز اخليها I had better not والفعالة في المصدر تعال هنا كده انت بتقول I wouldn't rather طبعا wouldn't rather طبطت I would rather not في الاخر طيب الجملة اللي بعت كده بيقول لي I hadn't better اسمها I had better وبعدين not طيب I stopped to telling my dad كده موضوع stop دي سريعا في stop to stop ing stop to معناها يتوقف لكي يفعل شيء طب stop ING معناها يبطل يعمل شيء معين طب stop from معناها يمنع شخص من فعل شيء على سبيل المثال نحن اقول لك وإحنا ماشي نعني نتوقف لكي نقرأ الجورنال يبقى stop to read stop to read يعني نقرأ الجورنال طيب واحد بيأكل سندو تشاد وتسندو تشاد دي بتضر فنقول له بطل أكلي ونقول له stop eating زي ما احنا بنقوله stop smoking مثلا stop smoking توقف عن التدخين طب stop from معناها يمنع شخصا من ان يفعل شيء اقول لك هي stopped me from leaving يعني هو منعني من المغادرة طيب نرجع لموضوعنا بقى I stopped telling انا وطفت علي من ان هو يخبر تادي ابي عن نتائجي لان انا مش عايز ابوي يعرف حاجة يبقى انا منعته يبقى I stopped telling to تبقى from stopped from منعته من ان يفعل ذلك smoking is dangerous التدخين ده شيء خطر بطلوا توقف عنه يبقى stop smoking توقف عن التدخين بطل تدخين Egypt is in charge of our president هنا بقى في مشكلة في كلمة اسمها in charge of وفي in the charge of الفرق بينهم كالتالي in the charge of معناها تحت قيادة او تحت مسؤولية يعني مسؤول من يعني دي عن لكن دي من طيب المسال احنا ممكن نقول مسلا my house is in the charge of that يعني بص لك كده تجابت الجملة ان بيتنا بيكون in the charge of يعني تحت قيادة تحت مسؤولية مسؤول من ابي ده معناها ان ذات ان ابوية is in the charge of our house ده معناها ايه ان ابوية بيكون مسؤول عن البيت ترجع هنا انت في الجملة بتقول ان مصر in charge of مسؤولة عن الرئيس لا بالعكس اما انك تعمل الجملة دي وتقول our president is in charge of ايجيبت او ايجيبت بحيث تقول معنا الجملة مطلوبة من الرئيس لا تتكلم يبقى ده فعل امر من هي يعني او او من فيه بقول لك don't speak لا تتكلم او ممكن تستخدم never i am an afraid boy الفكرة بتحت الجملة دي تقيل ان كلمة afraid يا شباب كصفة afraid لا يأتي بعدها اسم طب انا عايز اقول لك انا مثلا قابلت ولدا خايفا قالك هتشير دي وتحط مكانها كلمة fry tint او انك تقول لي who was afraid لاحظ ان كلمة afraid ما تقييش بعدها اسم فعش مسلا اقول لك afraid boy afraid man afraid girl خلق تماما اتمنى انك تكون حلت الاسراء الاول قبل ما تسمع الفيديو ويكون معاك كشكولك وتسجل ملاحظات فيه وتشوف نفسك كده انت عندك ايه اللي محتاجه ولو في حاجة مش مفهوم اكتب لي وان شاء الله هسعلك السلام عليكم وانتلاقي على البركاته